هو لما النادي الاهلي يكسب البطلتين الطبيعي الجيل وتهنئة من المسؤول عن الرياضة كان موجود المهندس ثاني أبو ريدا مبارح وبيسلم الكاس مع المهندس محمود طهر لكن المسؤول عن الرياضة باركنا لكل الناس وبركنا الألعاب بلكده وبركنا وبركنا لكن مهم جدا وبرجع تاني للموضوع ده اللي انت تبارك للنادي الاهلي فلما انا بتكلم عن طرح قضية موجودة ولو ويح موجودة بتفرد عليها النادي الاهلي لكن في نفس الوقت كنا بنوعي جمهورنا وكنا بنوعي عداء جمعاتنا العمومية وقلنا لهم خلي بالكوا في بعض الأمور خدوا بالكوا منها النهاردة بيقصبت الكلام اللي احنا بنقول ما بنتحكش على حد نحن نتحك على حد ليه وإيه هدفنا وإيه مصلحاتنا فمن هنا برضو زي ما باركت الكل بابارك لعضاء الجمعات العمومية وحقول لهم كلمة برضو وكلمة مهمة ده توقيتها اللي احنا نقولها النهاردة يعضاء الجمعات العمومية اتعمل صفحات من أول يوم واتقال عليكم كرسي وشمسية اتقال عليكم بتوعسكلوب وبتوعجنينة تقبالوا على نفسكم الكلام ده أنا راجل حر مفيش على رأسي بطحة أعشق حاجة اسمها النادي الأهلي ومفيش حد مخلوق على وجه الأرض يجبرنا في البرنامج تقول إيه وما تقولش إيه اللي عايز يصدق يصدق اللي مش عايز قدامك النيل في مصر واسكندرية في بحر وفي السحل الشمالي كمان في كرة جميل يترمي نفسك هنا يترمي نفسك هنا فمن هنا هرجع أقول لأضاع الجمعية العمومية المحترمين مستمعتوا الكلام ده مستمعتوا الإهانة اللي كان بتتقال على أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي والكل عارف كرسي وشمسية واسكالوب ووجنينة ومش عارف إيه فكرمتي كرمتي أنا فين أروح أعبر وروح أقول أنا موجود أنا قابل التحدي لو أنا في ناصف حسيبه واجه عشان خطر النادية اللي أنا بحبه وبعشاء لو أنا عندي أي مشكلة حسيبها وحروح عشان أنا مسمحش اللي يتقال عني كده ده رقم واحد ورقم اتنين ما بقبلش الوصاية على ندية من أي حد ورقم تلاتة الكواليس فيها أمور كتير جدا جدا لكن مهنيا وأخلاقيا بنقول اللي ينفع يتقال فاللي ركب الموجة وعايزنا نصدق مش هنصدق لأن فيه جماهير وعية فهمة وحنفضل ورر كلام ده كمان من دمن الحاجات أنا كلمتكم ده دلوقتي بعض السلبيات اللي كانت موجود اللي أنت رحت للبدري عايز تقول على البدري إيه؟ التاريخ كتب جاب لك دوره عايز تقول إيه؟ كتب خلاص عاوز إيه تاني؟ بتدور على سلبية إيه؟ طيب أنا وعدت حضراتكم لما بيحصل حاجات في الكواليس